السلام عليكم حباب قلبي يا رب تكونوا بخير بعد الفيديو الاخير اللي نزلناه اللي كنا بنتعلم فيه ازاي نركب الاسطرة وتقريبا كده الفيديو عجب ناس كتير جدا لدرجة انه وصل ل 250 الف مشاهدة في يومين ده ده غير الكومنتات الاجابية اللي شجعتني اني اعمل الفيديو ده وسريعا كده عشان ما بحبش اطول في المقدمة بتاعتي معظم الاسئلة اللي جات لي هي ازاي نفرغ البول بعد الاسطرة ما تتمليه نتصرف ازاي لو الاسطرة اتسدت واخر سؤال وهو ازاي نزيل الاسطرة ونيجي بقى الاول حاجة معانا وهي ازاي تفرغ الاسطرة على الرغم من ان تفريغ الاسطرة سهل جدا وبسيط الا ان فيه كامت ركاية كده بسيطة لازم اقول لك عليها اولا كده لازم ان تلاحظ كمية البول اللي موجودة فيه الاسطرة مية بعد كده ميتين تلتمية اربعمية وهنا مكتوب له خمسمية وهكذا لازم ان تعرف الكمية وكمان تعرف تعرف اللون بتاع البول نفسه هل هو فاتح لا اصفر احمر فيه دم لا اسود لان الدكتور هيسألك في كل الاسئلة اللي انا قلت لك عليها دي وكمان تسجل الحاجات دي وتسجل الوقت اللي حضرتك فرغت فيه الاسطرة وفرغتها كام مرة فيه اليوم التفريغ بتاعها سهل جدا ممكن انك تستخدم آآ طبق زي ده كده او ممكن انك تستخدم آآ اي قب اي حاجة يعني تفرغ فيها ما فيش اي مشكلة حتى لو مش لقي البلاستيكية اللي هي المتخصصة لها اللي هي بتقيس الكمية عشان انت خلاص كده كده است الكمية بتاعتك التفريغ بتاعها كالقادي هتجيب سبعينك دول كده هتدوس هنا يعني شايف هتدوس في الحتة دي كده بحيس ان البول ما يطلحش عليك مرة واحدة وهتفك دي كده وهي هتبدأ تفرغ البول تلقائي من نفسها وحاول انك توطي ايدك جدا عشان اللمية يعني ما تروحش مين او شمال او تيجي عليه اما بقى الدكتور لو طلب منك عينة آآ بول فانت هتخرج شوية زي كده الاول ما تاخدهاش من اول شوية من الاسطرة هتطلع اول شوية زي كده وبعد كده تاخد العينة بتاعت البول بتاعتك وبعد كده تطلع وكده الاسطرة فرغناها كلها هتجيب بس قطعة شاشة زي دي وهتنظف المكان اللي هو بتاع الاسطرة نفسه ممكن بكحول باي حاجة لان المكان بيبقى فيه بول نظفه كويس وقفله زي كده كده اتقفل ما فيش اي بول هينزل وما تنساش الخطوة دي كده تفتح كده اتقفل وفيه انواع تانية من الاسطرة بيبقى فيها تكة من هنا كده يعني بدل فتحة وقفلة تدوس عليها كده تقفل تشدها كده تفتح يعني ايا يكون نوع الاسطرة اللي معاك هيبقى بنفس السيستيم كده وبعد ما غيرنا الجلافز بتاعنا نيجي للاجراء التاني بقى وهو ازاي نتصرف في حالة لو الاسطرة بتاعتنا تسدد ساعات كتيرة الاسطرة هتلاقيها تسدد وكمية البول وقفة ما بتزدش معاك وده نتيجة ان الاسطرة من جوة ممكن يكون فيه حاجة ترصبت عليها او فيه حاجة اتكتلت من جوة فسدتها فكل اللي انت هتعمله انك هتعمله عملية تسليك في التسليك ده محتاجين ثلاث حاجات اول حاجة سيرنجة اسمها سيرنجة رايل وعايزك تفرق كويس ما بين سيرنجة الرايل والسيرنجة العادية هما تقريبا شبه بعض في كل حاجة الا ان سيرنجة الرايل السن بتاعها متغير هتلاقيه كبير عن سن السيرنجة اللي هو الخمسين سانتي العادية احنا محتاجين السيرنجة دية اسمها سيرنجة رايل وهنحتاج معانا محلول ملح ومشارات وبعد كده هنعمل فتحة صغيرة كده بالمشرب بتاعنا من هنا ونفرغ الهوى من السيرنجة بتاعتنا وهنملي قدية من السيرنجة بتاعتنا غالبا مش هتمليها كلها في ناس بتملي لحد رقم تلاتين في ناس لحد رقم اربعين وغالبا بيبقى على حسب الشخص اللي قدامك لو طفل صغير يعشان المية دي او محلول ملح هيدخل فيه المسانة من جوة فممكن انك تستكفى بعشرة سانتي لو شخص كبير بالغ عشرين سنة خمسة وعشرين سنة ممكن انك تغط تلاتين اربعين مفيش مشكلة على حسب الشخص اللي قدامك وحجم المسانة بتاعته نيجي بقى لتسليك الاسطرة بتاعتنا اولا كده الاسطرة بيبقى فيها جنبين جنب فيه الاسطرة نفسه او فيه كيس مجمع البول اللي هو ده ده كيس مجمع البول بتاعنا ودي الاسطرة هتدوس بسبوعينك دول هنا شايف هنا كده هنا لان الجزء ده هو بتاع الكيس مجمع البول نفسه وانت هتدوس هنا بحيس المية اللي جاية من جوة ما تطلعش عليه وهتبدأ انك تسحب الاسطرة بتاعتك بنفس النظام كده لكن خد بالك لان السحبة بتبقى قوية يعني بتحتاج معاك شوية قوة كده لو جيت وسحبت دي كده ممكن انك تشد الاسطرة مرة واحدة من هنا تعوره او تخليه يجيب دم مش بخوفك طبعا لكن عشان تاخد حذرك مرة اخيرة سبعين دول هنا كده ونسحب ونكون وقدين بالنا وفيه شوية قوة في الموضوع والسرنجة بتاعتنا هبطيه هنا وهتبدأ انك تضغط زي كده وبعد كده تسحب المية بتاعتك احنا كنا مدخلين اربعين سنطي من محلول الملح كده سحبنا عشرين سنطي تمام ما تنساش بقى تدوس الدوسة بتاعتك دي قبل ما تطلع عشان واحنا طالعين كده البول هيطلع علينا بالزبط كده احنا يا شباب خلينا جوه في عشرين وهنا في عشرين وهتلاحظ بقى ان فيه مية بدأت تيجي من الاسطرة دي وتيجي عندك في كيس مجمع البول وبكده يبقى الاسطرة بتاعتك تسلكت والمية اللي جوه فيه المسانة بدأت تطلع والعشرين سنطي اللي انا سبتهم جوه انا مرضتش اسحب السرنجة كلها لاني ممكن اسحب الكمية اصلا اللي هي موجودة جوه المسانة لا اما ان المسانة نفسها ما بتجيبش يعني لو المسانة نفسها جابت العشرين سنطي بس اللي انت دخلتهم لها يبقى كده خلاص يبقى اصلا مفيش مية جوه المسانة ما كانش في غير هما العشرين دول بس لكن انت كتسليك التسليك بتاعك شغال بدليل ان العشرين سنطي اللي انت سبتهم جوه طلعوا لكن غالبا هتلاقي المسانة بتاعتك او الاسطرة بتاعتك اشتغلت تماما وبدأت اليورين اللي هو البول اللي موجود جوه بدأ يخرج معانا عادي مفيش اي مشكلة واخر خطوة طبعا وهو ان احنا هننضف المنطقة دي اللي احنا عملنا فيها كونتاكت كده او تلامس اكيد هيبقى جا عليها يورين جا عليها اي حاجة هننضفها بقوطنا فيها كحول. نيجي بقى الاخر حاجة معانا وهي ازاي تزيل الاسطرة? خلاص بقى المريض بتاعنا الحمد لله شفي والدكتور طلب اللي هو يزيل الاسطرة او ان الاسطرة مثلا اللي معانا فلي واسبوعي اللي هي الاسطرة الفلي اه اللي هي بتعود سبعة ايام والاسطرة السيليكون اللي هي زي اللي معانا دي بتعود تلاتين يوم واللي ما يعرفش المعلومات دي او اللي لسه ما تطرقش على الفيديو اللي كنا بنركب فيه الاسطرة انا سايب لك لينك الفيديو موجود تحت في الديسكريبشن. هنسحب المية اللي احنا دخلناها او سبتنا فيها في الفيديو اللي فات. وحاجة جانبية كده يا شباب بعيدا عن الفيديو بتاعنا خالص يعني انا هوريك دلوقتي ايه اللي بيحصل? لما احنا بنيجي نسبت الاسطرة بتاعتنا. التزبيت اهو بنحطه هنا. وده الجزء اللي بيبقى جوه المسانة اللي هو جوه العضو نفسه. واحنا بنضغط كده لاحظ ايه اللي هيحصل? كده الجزء ده بيبقى جوه المسانة. يعني عمل انتفاخ كده. بحيس بقى ما احنا جينا سحبنا الدور اللي فات. الناس اللي شافت الفيديو شافتني وانا بسحب كده الاسطرة. كل الحكاية علشان الجزء اللي هو التخين ده. ييجي على العضلة نفسها بتاعت المسانة فيسدها. نفترض مسلا ان حضرتك ركبت الاسطرة صح وكل حاجة. لكن الجزء ده مرمي كده جوه المسانة. اكيد الاسطرة هتشتغل وكل حاجة لكن هيبقى فيه برضو بول بيطلع من الفتحة دي من هنا. عشان كده تيجي ناس كتيرة تشتكي ليه الاسطرة بتصرب? وتضطر كل شوية انها تغيرها. لأ بعد ما تركب حضرتك الاسطرة بتاعتك زي ما عملتي في الفيديو اللي فات بالزبط هتسحبها كده. لحد ما تبص تلاقي الاسطرة بتاعتك خلاص ما بتطلعش ولا سحبة قوية خالص ولا سحبة بسيطة خالص. سحبة عادية زي كده. ولما بنيجي نفك الاسطرة بتاعتنا سهل خالص بتحط دي كده. وبتسحب هتبص تلاقي الكرة دي نفسها في ضد. هنجيب سرنجة عشرين سنطي بنفس النظام كده نحطها هنا في الجزء ده. وحاول انك تسبتها كده لان الجزء ده يعني ايه? تحيص اللي بيطرد لوحديه كده. وقت لاها هي طلقائي لوحدها بدأت تطلع المية اللي انت سبتت فيها الضر اللي فات. اسحب انت عادي ساعدها كده. اهم حاجة عندي الكمية اللي انت حطتها الضر اللي فاتحنا حطنا خمستاشر سنطي. عايزين بانطلع خمستاشر سنطي. بالزبط كده. الخمستاشر سنطي بتاعتنا خرجوا. مش محتاجة اختراع خالص. اهو طلحت كل حاجة. مش مطلعها حاجة معي تاني. خلاص على كده. كده التزبيتة اللي جوه اتفكت. هتمسك الاسطرة من هنا وتسند العضو نفسه وتبدأ انك تخرجها. بنفس النظام كده. وممكن بعد ما طلعت الاسطرة ممكن يجي من هنا كم نقطة دم او كم نقطة بول. فالمهم يبقى جاهز معاك او شاشة وتحطها بس هنا كده لمدة دقيقة. ويعني تبدأ انك تعصر بالراحة كده في المنطقة نفسها بحيس لو فيه اي دم جوه لسه محجوز يطلع. واخر حاجة طبعا وهو ان احنا هنعمل اه تنظيف للعضو اللي هو كان موجود فيه الاسطرة ببيتادين كده. مسحة تانية. وفي كل مسحة هتغير الاطمع. ده كده محلول ملح لان احنا خلاص لازم نزيل بقى البيتادين بتاعنا. وكده يا شباب الحمد لله اتعلمنا ازاي نفرغ البول من الاسطرة. ازاي نسلك الاسطرة في حالة لو هي اتسدت وازاي نزيل الاسطرة بتاعتنا. واتمنى لو استفدت ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة لان ده بيساعد الفيديو جدا على الانتشار. والسلام عليكم.